انخفاض مستمر في طلبات لم شمل الأسرة في النمسا ويمكن انخفاض ملحوظ جدا أن حاليا من بعد ما كانت ألاف في الأرقام نزلت ل493 طلب للدخول في النمسا في شهر مايو وبس بعد ما كان هناك حوالي في يناير كان في ألفين الأرقام الحالية أقل من المتوسط شهريا للسنة الماضية اللي كانت 1169 أنا متعاطف جدا أنت ما بتتخيل أستاذنا مدوحي يوميا قديش بيجينا كم الرسائل اللي بتورد عنها على كل مواقعنا الواتس الرسائل الخاصة الإيميلات اللي عم تستفسر عن موضوع لما الشمل يعني أنا فعلا يعني فعلا أنا مزعوج جدا قديش في ناس اليوم مضضررة من أفا هذا القرار وهذا القانون وهذا الشيء الذي حدث يعني شيء كارثي بصراحة العديد من العائلات التي كانت تنتظر أن تحصل على الفيزا وتصل إلى أن تنمش من أسرتها توقفت وتجمدت كل هذه كل هذه كل هذه الإجراءات وانتصر وانتصر من؟ السيد إرهاد كارنر وحقق هذه الانتصار أن تم تقديم 493 طلب للدخول في النمسا من مايو بين مكان الأرقام أكثر من 2000 في يناير مع أنه شوف سيد الكريم هذه الأرقام كلها طلبات مستحقة مستحقة لكل صاحب لم شمل يعني هو حصل على حق اللجوء وقدم وقدم شو اسمه وقدم الأوراق المناسبة وطالب بكل ما هو فعليا مطلوب منه وقدمه وقدمه وحصل على حق لم الشمل بعد ذلك إجت السفارة وسحبت وألغت المواعيد وألغت الفيز في ناس عند الفيز يا سيد الكريم ولغيت الفيزا حطولها إلغاء ليش هذا الشيء كل هذا الانتصار يا سيدني هامر عم تنتصر على بعض الأطفال كارنر أفون كل هذا الانتصار عم تنتصر على الأطفال ونساء كانوا رح يفرحوا بأنهم ينتقلوا من حياة الضلال اللي موجودين فيها بسوريا وينتقلوا لحياة الأمان وهن يساهموا ببناء النمسا ومستقبل النمسا ومستقبل بيضغط النظر من تركيا ولا سوريا نفس القضية فهذا هو الانتصار يا سيد جرهات كارنر اللي حققته حققته على شوية نساء وأطفال برافو عليك هاي بنزقف لك يا سيد كارنر برافو عليك انتصرت انتصرت على شوية نساء وأطفال وحرمتهم من أنهم أنهم يلتقوا بأهليهم الموجودين واللي هم غايبين عنهم بقالهم سنين حتى حصلوا على حق اللجوء برافو يا سيد كارنر انتصرت برافو يا سيد نيهامر انتصرته برافو يا حزب الشعب انتصرته شيء مخجل يا راجل شو بده أحكي الواحد يعني يمكن يكون بعد الانتخابات هنشوف قرارات يمكن تكون أفضل من ذلك